موسيقى أهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى حديث المساء ونناقش لهذه الليلة في داعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البشهد اليمني خاصة أن هناك أطراف يمنية بادرت إلى مباركة هذه الحرب كالطرف الحوثي الذي عبر عنه محمد دعي الحوثي وقال أنه يؤيد روسيا في موقفها من أكرونيا ضد الغرب وهذا الغرب الذي يعتبره الحوثيون عدوا لهم وأن روسيا حليفة لإيران بالتالي هي حليفة لهم أيضا اللافت أيضا أن المجلس الانتقال للجنوب أيضا أعلن أو كشف عن اتصال بين رئيس المجلس عيدروس الزبيدي مع السفير الروسي لدى بلادنا وهي رسالة ربما أراد من خلالها الانتقال القول أنه يسعى إلى مباركة أو تأييد الموقف الروسي باعتبار أن هناك علاقات وأشار إليها علاقات تاريخة بين الاتحاد السوفيتي الاشتراكي سابقا وبين دولة اليمن الجنوبية أيضا سابقا هل بالفعل ستتأثر اليمن أو الملف اليمني عموما بهذا الانكسام الحاد على الصعيد الدولي بين روسيا وحلفائها من جهة وحلفاء الغرب أيضا من جهة أخرى خاصة أن الإمارات وهي دولة فاعلة في اليمن عبرت عن موقف ربما وسطي في مجلس الأمن وهو عضوة الآن في مجلس الأمن بالامتناء عن التصويت في الجلسة التي خصصت للتصويت على قرار أمريكي لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا لكن الإمارات فضلت الامتناء عن التصويت من ناحية تحتفظ بعلاقتها القيدة مع أمريكا وحلفائها ومن ناحية أخرى أيضا تحتفظ بعلاقتها الجيدة مع بوتين وخاصة أن بوتين تربطه علاقة قيدة مع محمد بن زايد ولي العهد الإمارات يسعدني عن هذا الموضوع أن نرحب في الستوديو بالأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني المعروف أهلا بك أستاذ ياسين أسعد الله مساء ضيوفك ومشاهدين نعم ودعنا أيضا نرحب بالدكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسية من باريس أهلا بك دكتورة سيلين أهلا بك وأهلا بضيوفك ومتابعة القناة ونرحب أيضا بالأستاذ يوسف مرعي باحث دكتوراه في العلاقات الدولية جامعة بوترسبورج الحكومية الروسية أهلا بك يوسف مرعي أهلا بك بكل ضيوف الكرام والمشاهدين نعم إذن نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للإستاذي لم يعد العالم منفصلا عن بعضه اتزداد الصراعات الدولية أهمية وتأثيرا على بعضها كلما ازداد حضور الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا فيها فما إن تندلع حرب هنا أو هناك حتى تصل تأثيراتها إلى الشرق الأوسط واليمن هكذا فعلت الحرب الأوكرانية الروسية في المنطقة الواقعة ما بين معسكري الشرق والغرب اندلاع الحرب هناك طرحت أسئلة على الوضع هنا في اليمن هل سيكون لها تأثيرات؟ وكيف ستنعكس على الأزمة اليمنية عن طريق اللاعبين الإقليميين مثل الخليج وإيران؟ وهل تشكل فرصة لشرعية والتحالف للحسم في ظل الانشغال الدولي بها؟ أم ستزيد الوضع تعقيدا وسط مخاوف عديدة من أن حرب أوكرانيا قد تؤثر على الإجماع الدولي حول الملف اليمني؟ فرغم التنافس والصراع المستمر بين روسيا وأمريكا والصين وأوروبا ليس وليد اللحظة الأوكرانية الراهنة بقي هناك توافق محدود بين الدول الخمس حول اليمن ودعم الجهود الأممية للتسوية على أن ارتفاع حرارة الصراع بين روسيا والغرب تضع مخاوفها من أنها ستنشط خطوط الانقسام في المنطقة وستنتقل عملية تبادل الضغوط إلى ملفات الشرق الأوسط ومنها اليمن لكن يرى البعض أنها تشكل فرصة أمام الشرعية والتحالف لتحريك الملف العسكري وتصعيد العمليات على نحو حاسم على اعتبار أن دول الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة منهمكة في ملف أوكرانيا في حين كانت ضغوطها تشكل واحدا من أسباب إعاقة الحسم أهلا بكم مع جزائي المشاهدين مرة أخرى ونقدر الترحيل أيضا بضيوفنا على إعزاء دكتور سيلين جريزي والأستاذ يوسف مرعي والأستاذ ياسين التمي معنا في الستديو أستاذ ياسين التمي هل تقد أن الإنقسام الحاصل الآن على المشهد الدولي قد ينعكس كذلك أيضا على الحرب اليمنية والأزمة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا لا أحظ وجود إنقسام في المشهد الدولي هناك حالة تكتل دولية كبيرة كلها بطبيعة الحال تتجه نحو إدانة الفعل الروسي هناك دول وهي قليلة جدا تحتفظ برضا حالة رضا بما أقدمت عليه روسيا وهذه الدول ليست ذات أهمية لكن هناك قانون دولي هناك دولة ذات سيادة هناك دولة استهدفت هذه الدولة ذات السيادة بقوة السلاح واستخدمت معها العنف المفرط نفتت اعتداءا يتناقض على أراضيها مع مبادئ القانون الدولي لا توجد دولة في العالم مسؤولة ومحترمة يمكن أن تقبل بهذا الغزو أو هذا العدوان بأي حالة من الحال بغض النظر عن مستوى العلاقات التي تربطها بروسيا لهذا من المبكر لأوانه الحديث عن انقسام في العالم حول هذه الحرب إلى الآن المجتمع الدولي يدين هذه الحرب من حيث المبدأ يدين رغبة موسكو ومساعيها للوصول إلى أهدافها عبر الحرب لكن في المحاصلة نتائج هذه الحرب هي التي يمكن أن تخلق انقسامات على المستوى الدولي هذه الحرب إذا ما حسمت لصالح روسيا يمكن أن تقوي دور روسيا خلال المرحلة المقبلة لكي تصبح أكثر قدرة على تحريك الملفات وعلى التأثير في الملفات ويمكنها أن تخصم من رصيد الغرب فيما يتعلق بالتأثير على القضايا الدولية يمكن أن تفرض نفوذها وتعيد رسم الخارطة في أوروبا وفي العالم أيضا فالمسألة بحاجة إلى الانتظار إلى ما بعد الحرب وأنا أرى أن المؤشرات تفيد بأن روسيا تتعرض لضغوط هائلة في الحقيقة وهذه الضغوط يمكن أن تؤثر على مركزها القانوني يمكن أن تؤثر على قدراتها الاقتصادية على مستوى وصولها للسوق الدولية روسيا كما تعلم تعرضت لمستوى ما من العقوبات الأوروبية والغربية منذ أن ضمت شفه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي وتأثرت كثيرا روسيا بهذه العقوبات ولهذا نعتقد أن الرئيس بوتون أشبه بمن حاول أن ينتحر في أوكرانيا لأنه رأى أن محاولة توظيف أوكرانيا لإهداء الأمن القومي الروسي يستحق هذا النوع من المغامرة طبعا كان هناك أشياء تساعد روسيا للتدخل في أوكرانيا لكن مستوى هذا التدخل هو الذي اليوم يثير حفظة العالم كان بالإمكان لبوتين أن يشجع النزع الانفصالية في شرق أوكرانيا ولديه كل الإمكانيات ولديه حاظنة اجتماعية ولديه شعر لكن التدخل العسكري المباشر تجد أنه مدان على أقل دوليا لكن هل تجد أن الموقف الروسي مثلا سيتغير من اليمن مع هذه المتغيرات أم ربما لن تكون يمن قريبة بشكل أو بآخر من هذه التدعية اليمن لا تزال في نطاق النفوذ الإقليمي الغربي لكن ليس هناك ما يمنع روسيا أن تؤثر في الملف اليمني في المستقبل لكن هذا ليس الآن لن تستطع روسيا لعب أي دور الآن لكنها إلى وقت قريب إلى قبل أسبوعين أتكلم إلى قبل أسبوعين أيدت قرارا في مقرس الأمن يدين الحوثين في الهجمات على الإمارات نعم لأن هناك علاقة خاصة تجمعها بالإمارات وهي متسقة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحوثين لأن الحوثين حركة متمردة ضد دولة معترف بها وضد سلطان معترف بها الروسيا الهامش الذي لعبت فيه خلال المرحلة الماضية وكان لها حضور وتأثير كبير في سوريا وفي ليبيا وفي مناطق أخرى يعود في جزء منه إلى أن هذا الهامش ترك لروسيا وهذا الهامش كان له علاقة بعقيدة الصراع التي هيمنت خلال العقد الماضي وتتعلق بمواجهة الإرهاب يعني مواجهة الإرهاب هذه هي عقيدة الصراع التي هيمنت على المشهد العالمي خلال العالم الماضي وهو مواجهة الإرهاب اليوم من الواضح أن هناك تحول في عقيدة الصراع من مواجهة الإرهاب إلى مواجهة التنمر وهذه المفردة لاحظناها تتكرر في خطابات التنمر الجانب الروسي وبوتين أيضا يتهم الغرب بالتنمر ويتهم بمن يدعمهم الغرب وهم القيادة الأوكرانية بالتنمر على الانفصاليين الروس فهناك تحول في عقيدة الصراع أيضا ومن شأن ذلك أن يحدث الفارق في مرحلة ما بعد أوكرانيا في الحقيقة روسيا إما أنها تحوز على مكاسب جيوسيا استراتيجية وتمتلك قدر على التأثير في مصير العالم في مرحلة ما بعد الحرب أو أنها ستنكفئ بسبب تأثير العقوبات الصارمة التي فرضها الغرب والتي طالت الرئيس الروسي نفسه هذه وخطوة متقدمة وحتى بسبب أيضا صمود الأوكراني سأعود إليك أستاذ ياسين التميمي ونشرك معنا أيضا دكتورة سيلين جريزي دكتورة سيلين هل ترين أن هناك تأثيرا من نوع ما لهذه الحرب الروسية الأوكرانية على الملفات في الوطن العربي ومنها لنقول الملف اليمن أول مرحبا بكم مرحبا بضيوفك مرة أخرى أنا أرى بأن قد تكون تأثيرات اقتصادية أو سياسية ندك إما كنت أقول في تحليل أن روسيا قد تلعب دورا مهما في حل حالة الوضع في اليمن على الأقل في المرحلة المستقبل لن أقول في المستقبل المنظور لكن قد يكون الموضوع في المستقبل القريب لكن ما يحصل الآن وأنا إذا سمحت لي سأعرج بطريقة بسيطة حول ما ذكره ضيفك مع كامل احترام الله ولتحليله أنا أختلف تماما معه في وجهة النظر يجب أخذ الموضوع بنظرة زومية شمولية ما الذي سيحصل روسيا ليست لا ضعيفة ولا مستضعفة وما يحصل الآن على الفكرة أنا بس أحدد أني لا أدافع على روسيا ولا أدافع على الغرب ولا أدافع أنا بحلل بحاول التحليل بطريقة حيادية لتبسيط المعلومة للمتلقي روسيا ما يحصل الآن هي رغبة من روسيا لتقدير موقف هناك مشكلة مشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية ضلت ومنذ التسعينية القرن الماضي هي الدركي أو الشرطي الأول روسيا تحاول الخروج من شرنقتها لم يكن هناك احترام لا توجد هناك ثقة بين روسيا والغرب ولا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية روسيا كانت هناك اتفاقات بعد الحرب البالدة أو لنقول بعد تفاكك الاتحاد السوفيتي أن لا يتم الحاق أو الدول التي كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي سابقا إلى الناتو أو إلى حتى الاتحاد الأوروبي كانت هناك اتفاقات لم يحترمها الغرب طبعا وهذا من حق الغرب أو من حق هذه الدول لديها سيادة أن تلتحق بالناتو أو أن تلتحق بالاتحاد الأوروبي السياسة التي قام بها الغرب هي سياسة الاحتواء يعني ضمت إليها مجموعة من الدول لتجعل روسيا مختنقة وفي روسيا تفطنت تتكلم هنا عن روسيا بوتين لا أتكلم عن روسيا لسين ولا قبله تفطنت إلى أن يتم محاولة حصارها من كل الجوانب ووضع الناتو في حدودها مما يشكلها مسألة أمن قومي مشكلة روسيا هنا هي أنها تريد بطريقة فجة ومخطئة لنسميها هناك خرق القانون الدولي أن تتدخل في سيادة دولة هي ترى بأن لديها هي مربعها التاريخي وهم يسمون أنفسهم بالأشقاء حتى في كيف نتتكلم الشعب الأوكراني يتكلم الروسيا ويتكلم الأوكراني هناك وشائج وعلاقات ليس فقط اقتصادية علاقات إنسانية علاقات أسرية بين المنطقة المشكلة وهنا أعتب على ضيفك بالستوديو الذي يقول أن من اعترف بروسيا ليس دولة قوية الصين دولة قوية لكنها امتنعت الصين الهند الامارات امتنعوا في مجلس الأمن عن التصويت وهو موقف وسط فيما 11 دولة أدانت لنقول هذا الغازو في موقف مثل هذا الامتناع يعني القبول لأن لو كنا نحن موافقين أنا لا أؤول ما تريد هذه الدول قولها لكن البيانات التي صدرت مثلا من الرئيس الصيني قال من حق روسيا أن تدعم حدودها ولم تصوت هناك كيل بمكيالين لا يريد أن يخسروا الغرب يتركون شعرة معاوية ولن أذكر يعني شعرة معاوية للتعامل مع الدول الأخرى لكن في نفس الوقت مثل عندما نجد كل الدول أدانت وبعض الدول لم تدين هي لا تريد تحاول أن تمارس سياسة النائب النفس لكن عامة عدم تصويت أمام يعني العدد الأكبر هو لن أقول هو موافقة لكن ضمنيا يعني نحن نحن نتفق معكم في إدانات روسيا هي نوع من الحيادية لنقول الحيادية الإيجابية بالنسبة لروسيا لذا يعني أنت تجد إذن موقف الإمارات أقرب إلى الروس منه إلى الغرب مع الامتناء عن التصويت هذا وجهة نظري والموضوع يعني يهمني أنا أظن بأن روسيا لديها علاقات لا بأس بها معا قد تفضلت وذكرتها أنت هناك توجه في السياسة الإماراتية في المنطقة عامة الإمارات لديها سياسة بعد نظر اتفقنا معها أو لم نتفق بغد النظر تشغل باستراتيجية واستراتيجيتها ومصالحها الاقتصادية لديها مصالح مع الغرب لكن هي تحاول قدر الإمكان أن تفتح قنوات أو تكبر من القنوات التعامل الاقتصادي مع بلد مثل روسيا أو بلد مثل الصين لا تريد أن تقطع علاقاتها مع ذلك نلاحظ أيضا حتى الموضوع الحساس بالنسبة للدول التي أصلا طبعت مع إسرائيل الإمارات كانت من بينها يعني كل هذه الأشياء تدل على أن الإمارات تشتغل على اقتصادها على سياستها لا يمكنني أن أقول الإمارات تقول أنا وبعد الطفل لكن هي الآن الإمارات تشتغل على تنميتها الداخل تعرف أنها لديها حساسية كبيرة خاصة من الجانب الاقتصادي يعني دبي لم تعد تلك المراكز التي كانت مثلا في التسعينات والألفينات وقبل عشر سنوات هي مراكز اقتصادية مهمة يدور الفانك الاقتصادي حولها فهي لا تريد لا أن تعادي روسيا ولا أن تقاطع على الولايات المتحدة الأمريكية ولا أن تزعج أو أن تغضب أوروبا فهي امتنعت عن التصويت لتقول أنا لا أظن أن ما قامت به روسيا فعل سافر لكن في نفس الوقت أنا لا أوافق عليه يعني عدم الموافقة وعدم الإدانة تعني أنني أنا محايدة يعني ليس لدي أي إحساسية مثلما تفضلت وذكرت ليس لدي أي موقف وهو قريب الإيجابي منه إلى السلبي يعني بكل تأكيد لدافع من وجهة نظري ولكي أرد على سؤالك عندما سألتني هل ستتغير الأمور أنا أظن أن بوتين كان يريد تقدير موقف يريد اعتراف دولي بأنه أصبح لاعبا دوليا في الحياة السياسية والاستراتيجية في المنطقة وأنه يجب عليها أن يخرج من شرنقته أصبح الآن ينافس الدول أوروبية مثل فرنسا في مربعاتها التاريخية ففاقنا نجدها في ليبيا مثل ما ذكرت ديفوك ونجدها أيضا في مالي مع عملية البرخان فرنسا انسحبت لكن روسيا لا تزال متواجدة ما يريده بوتين اليوم هو الإطاحة بالنظام الأوكراني وبالنسبة له أن قد يكون المثال الديمقراطي لأوكرانيا وهنا أقول المثال الديمقراطي بين مزدوجاتين الديمقراطية معدية وهو يريد لروسيا أن تكون روسيا قيصرية بنفس الطريقة أو تقنية التي يقودها بها ويريد أيضا شخص في الحكومة لن أشبه الحكومة مثلا ما يحصل في أوكرانيا مثل ما يحصل في اليمن لكن بوتين يريد شخصا في الحكومة الأوكرانية يتماشى يكون قريبا منه أقرب من قربه للغرب وهذا ما لم يقم به الرئيس الأوكراني هو يريد دمية مثل ما يحصل في بيلاروسيا أو ما يحصل أيضا في جورجيا هؤلاء الرؤساء الذين يتماشون مع هيمنته وحلمه في النفوذ وإرجاع روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتي أو حتى أيضا في كازاخستان هل تجد أن الملف اليمني قد يتأثر بشكل أو بآخر بهذا النزاع الروسي الغربي في أوكرانيا أم ربما الملامح لنقول الأزمة اليمنية هي واضحة وواضح نموطة الدخول الغربي فيها وكذلك أيضا نموطة الدخول الروسي والله أنا سأكون صريحة معك أنا أظن أن اليمن متأثرة ما عاد فيها مكان أصلا تتأثر في بو يعني باليمن بحيلك يعني قد هم دشدشة على الآخر والآن لا يمكن دشدشتها أكثر من ذلك قد يكون نقطة إيجابية مثلما لاحظنا أن الحوتي قد التقط الفرصة بالنسبة له أن العراب الكبير له هو إيران وبالعلاقة أو بنقول بعلاقة متقاطعة هي روسيا لأن روسيا تدعم إيران تدعم الصين وحزب الله والحوثي وكل هذه الأشياء قد تكون له رغبة في التباهي بذلك لكن بيني وبينك يعني صراحة روسيا لا تعرف أين يوجد الحوثي ولا أين توجد حتى اليمن ما يهم الدول العظمى هي مصالحها اليمن لا يمكن أن أقول أنها تتأثر من جانب الأغذية مثلما تأثر المغرب أو شمال إفريقيا أو بعض الدول لأنها أصلا اليمن للأسف في الحديد وتستورد القمح الأوكراني أيها واللي أثر على اليمن بالدرجة الكبيرة هو خيانة أبنائها أبنائها الذين بدل ما يساعدونها توجهوا الآن بتشوف إدانات من يمنيين حول ما يحصل بأوكرانيا ولم ترى منهم سترا واحدا حول ما حصل باليمن أنا أتكلم عن كل الفئات أنا لا أستثني أي فئة من الفئات نرى مثلا مع كامل احترام للحكومة اليمنية الرئيس الأوكراني رفض تم الاقتراح عليه أن يذهب إلى منطقة ثانية خوفا على حياتي لأن من المنتظر أو من بين الاحتمالات السيناريوهات للرئيس الأوكراني هو أن تتم تصفيته لكنه رفض ويخرج للشارع ويتكلم ويقول أنا مع الشعب يعني لا يوجد في فنادق في أمريكا ولا يوجد في أي مكان آخر في المنطقة لدف المقاربة أن يتأثر الشعب اليمني قد يتأثر التجار اليمنيون قد يتأثر التجار الذين ليهم يستوردون سواء من روسيا أو من أوكرانيا أو مناطق قد يستورد لكن الشعب اليمني المسحوق لا يختلف معه أن أوكرانيا دمرت ولا أن روسيا اجتاحت ومن رأي أن روسيا ستنزل للحوار هي الآن تطالب بالحوار هي ما كانت تريده هو الدخول إلى عقر دار كييف وأن تظهر للغرب والولايات المتحدة الأمريكية أن لا شيء سيوقفها أنها قوة يجب الاعتراف بها أنها تشكل مع الصين جبهة كبيرة الآن ويجب احترامها أن تفرد احترامها وعندما سيتم ذلك صحيح أن الغرب لن يقبل وخطى الولايات المتحدة الأمريكية لكن نحن ما نراه إعلاميا هو الجانب الواضح من جبل التلجي أو الآيسبرغ هناك اتفاقية ستتم مقايدات قد يكون اليمن أحد إحداها أنا قد ذكرت لك في البرنامج ما قبل هذا أن روسيا قد تتدخل في موضوع اليمن وقد تساهم بطريقة كبيرة في حل حالة الوضع لأن عندما نتكلم عن روسيا نتكلم أيضا عن إيران نتكلم عن حزب الله نتكلم عن الحوثي وهو علاقة ارتدالية قد تكلدها أهلا بك نعم شكرا لك دكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسية من باريس وأيضا نشرك معنا يوسف يوسف مرعي ما الذي ترى أيضا من خلال هذه الأزمة وكيف يمكن أن تؤثر في المشهد اليمني خاصة العوثيين أرادوا أو يريدون التواجد في هذه الأزمة من خلال الإعلان أو القول أنهم يؤيدون روسيا كنت سأورد على الدكتورة سيلين عندما قالت أن روسيا لا ترأينا اليمن طبعا بالنظر إلى سياسة روسيا الآن خصوصا في ظل إدارة الرئيس فلاديمير بوتين هي تتحرك كما قال دوغين وفق الشروط الجغرافية السياسية الصارمة اليمن تحت الأهمية ومكانة غير عادية في أجندة السياسة الروسية فيما يتعلق بصراع النفوذ البحري العقيدة العسكرية الروسية المحيط الهندي وسواحل البحر الأحمر يمثلان أهمية كبيرة لروسيا طبعا حاول الحوثيون من خلال تغريدة أحد أعضائهم في مسألة استرضاء روسيا في أن الحوثيين اعترفوا باستقلال لوجانسك ودونيتس هذا الاسترضاء وكان الأحرى بالحوثيين أن يفهموا أولا هل اعترفت روسيا بالمجلس السياسي لهم الروسيا لم تحترف بهم روسيا تتحرك في مثل هذه القضايا وفق القانون الدولي طبعا الاستراتيجية الروسية المتعلقة بالشرق الأوسط قائمة على مسألة مهمة وهي حل الصراعات في إطار القانون الدولي مسألة الاسترضاء حتى الروس لم يردوا على هذا الموضوع رغم أن المجلس الحوثيين عندما شكلوا المجلس السياسي كانوا قد طلبوا وسطا ومنهم إيران للاعتراف بهم هذا واحد بالنسبة للتأثيرات طبعا التأثيرات سيظهر الآن الأزمة اليمنية كما لو أنها في الهامش في ظل هذا الصراع التداعيات الإنسانية ستكون تداعيات إنسانية كبيرة أعتقد أنه منتصف الشهر القادم كان من المزمع أو في هذا الشهر أن ينعقد مجلس أو المتعلق بدعم الحالة الإنسانية في اليمن فيما يتعلق برنامج أنا أعتقد أن الأزمة اليمنية ستعود الهامش أمام هذه الأزمة في أوكرانيا التركيز نعم أنا أعتقد هذا الأعتقد خصوصا إذا ما طالت الأزمة في أوكرانيا لكن بالنسبة لروسيا روسيا تتصرف بحذر يعني في الوقت الذي الواشنطن ترجع بحذر خطوات إلى الخلف روسيا التحادية تتحرك ببطء وبخطوات حذرة إلى الأمام الموقف أمس والصين والهند والإمارات والامتناع عن التصويت هذا يدل على أنه أيضا روسيا وتشبيك علاقاتها خصوصا مع الدول النفطية في منطقة الخليج العربي في غاية الأهمية البعد الطاقوي في أسراع الحاصل يجب أن نفهم أنه روسيا لم تذهب إلى جورجيا في سيناريو الجورجية الحرب الجورجية الروسية في عام 2008 هكذا عبثا يعني صحيح كان هناك مشكلة تتعلق بمسألة الطهاد ما يسمى بالعرقية الروسية في وسيط الجنوبية وأبخازية لكن يجب أن ندرك أن هناك كان هناك نبيب نفط تعبر من ميناء جهان في أذريبيجان مرورا بتبليسي عاصمة جورجيا وصولا إلى سواحر البحر الأبيض المتوسط في تركيا عندما دخلت القوات الروسية أنهت حلم مد أنابيب سموها أنابيب السلام الأوروبيين التي كان يمكن لأوروبا أن تستخدمها هذه الأنابيب للتخفيف من الاعتماد الأوروبي على سوق الطاقة الروسي طبعا لا شك أن الأزمة الأوكرانية اليوم أدخلت العالم في منعطف خطير وفي ثقب أسود ستكون تداعيات الاقتصادية والسياسية كبيرة الملفات التي قد تبدو هامشية وغير محورية في الصراعات خصوصا في منطقة الشرق الأوسط قد تشتعل أكثر ستنعكس هذه الأزمة على حل مرعي هناك يوسف على لكرة الطاقة وأهمته هناك مقاربة أو اتفاق بين روسيا والسعودية فيما يتعلق بأسعار النفط روسيا وقطر مصدرتان للغاز ربما سنشهد ضغوطا غربية على السعودية لزيادة الإنتاج ما يضر بأسعار النفط بالتالي الإضرار بروسيا هل سنشهد مثل هذا الضغط مثلا يعني عودة العرب كمكان للصراع الروسي الأمريكي أو الاستخدام طبعا البعض ذهب بالقول أنه ربما بعد تداعياتها فيما لو حسمت روسيا أمرها في هذا الملف ممكن أنه هذا سيزيد إيران قوة وستزداد إيران توحشا في المنطقة وما إلى ذلك لكن روسيا أيضا مدركة أنه قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في ظل الإدارة الديمقراطيين إلى استرضاء إيران بالذهب للتوقيع الاتفاق نووي مع إيران هذا الاتفاق يعني ببساطة عودة إيران إلى سوق النفط بشكل شرعي إلى سوق النفط ما يعني ذلك أنه إيران ستزيد إنتاجها من النفط وهذا سيؤثر على سعر برميل النفط اليوم من مصلحة روسيا في ظل هذا السراع أن يبقى سعر برميل النفط على هذه الوتيرة المرتفعة أيضا السعودية والتزامها في مسألة الحياد لم تقل شيئا إلى الآن أوبك بلوس أيضا حسب تصريحات وزير الطاقة الروسي أنهم ملتزمون فيما يتعلق بإقدار الإنتاج هذا يوحي أيضا أن هناك حنقا سعوديا من الديمقراطيين فيما يتعلق بتعامل الديمقراطيين في ملفات كثيرة في المنطقة أيضا ملف خاشقي حاضر في هذا الموضوع ملف حقوق الإنسان ملف الحرب في اليمن أيضا إذن يمكن القول يوسف يمكن القول أن النظر إلى الأزمة اليمنية سواء أمريكيا أو روسيا هو يمر عبر دول النفط في المنطقة سواء الإمارات أو السعودية ومصالح هذه الدول سواء الأمريكان أو الروس مع السعودية والإمارات ولن يتغير الأمر كثيرا لن يتغير كثيرا الروسيا الاتحادية خلال فترة الماضية بنات علاقات ضخمة في سوق الطاقة وفي قطاعات كثيرة مع دول منطقة الخليج لأن أيضا قبل فترة وجيزة الروسيا الاتحادية عرضت نسخة من مبادرة الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارس يقول منطقة الخليج العربي وتكلم عن هذه النسخة المعدلة بحضور زيان يريدون أن يلعبوا دورا وسيطا بين الخليج وإيران يريدون دورا الروس بين الخليج وإيران نعم يريدون أن يلعبوا حالة متوازنة بين إيران ومنطقة الخليج العربي بما يضمن أمن منطقة الخليج العربي وبما يضمن الممرات المائية في هذه المنطقة المهمة من العالم سأعود إليك يوسف مرعي وكذلك إليك أسد ياسين التميمي لمزيد من الحديث خاصة عن الانتقالي لم نذكره الانتقالي أراد أن يظهر أيضا في هذه الأزمة من خلال الكشف عن اتصال لعيدروس الزبيدي مع السفية الروسي وربما هناك رسائل أراد الانتقالي سنتكلم عنها بعد الفاصل نذهب إلى فاصل أعزائي المشاهدين ومن ثم نعود لمواصلة الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على ملفات المنطقة ومنها الملف اليمني فابقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وما يزال حديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ملفات المنطقة ومنها الملف اليمني من الواضح أستاذ ياسين التميمي أن لدول الخليج المتدخل الرئيس لنقول في المشهد اليمني علاقة جيدة مع الروس كما لهم علاقة أيضا مع الأمريكيين والغرب عموما وهم من خلال هذا الموقف الذي عبرت عنه الإمارات الحياد لنقول يريدون النأي بالنفس عن تأثر أيضا هذه الدول بهذه الأزمة سواء بين روسيا والغرب من جهة أو بين الغرب وروسيا من جهة أخرى طبعا إذا نظرنا للموقف الإماراتي هناك عوامل عديدة تحكم هذا الموقف الإماراتي وهو قريب من السعودية الموقف الأول هو أن القرار الذي سيصدر على مجلس الأمن هو معطل بالفيتو بالفيتو الروسي فلا قيمة له إذن تسجيل الموقف ينبغي أن يكون حكيما لكن العمل الجوهر يعتقد الذي خل الإمارات تمتنع عن التصويت فلم تدن الهجوم على أوكرانيا ولم تقف إلى جانب روسيا واختارت أن تمتنع عن التصويت هو أن هناك حالة اشتباك مصاري في الملفات في ملفات لها بعد عسكري وسياسي جو سراتيجي بين الإمارات وروسيا الإمارات عملت سوية مع روسيا في ليبيا وفي أفريقيا طبعا الإطار الذي عمل في داخله هو مكافحة الإرهاب وعمل معا في سوريا يعني جزء من شرعية الجوهر الروسي في سوريا ليس فقط يعني بحجة أو ذريعة أن النظام السوري استدعى لا هناك أعرب تورطوا في مرحلة من المراحل باستدعاء الدور الروسي بهدف إيذاء تركيا وهذا الأمر ثبت فيما بعد أنها كانت مقامرة لا قيمة لها ولا معنى لها وأثبتت الأحداث وسيرورة الأحداث أن المنطقة تحتاج إلى أن تأتلف وأن تتعاون فيما بينها وأن تبني على المصالح المشتركة لا أن تتجاذب بهذه الطريقة الحمقاء التي تجعلها تصادم لحساب مصالح قوى أخرى بعيدة عن المنطقة أصلا فأيضا الإمارات لها مركزها الاقتصادية الخاص الذي يجعلها في منأة عن الاستقطاب لصالح هذا الطرف أو ذاك الإمارات مرتبطة بمصالح اتصادية كبيرة مع روسيا الإمارات محطة ترنزيت هناك رأسمال روسي يتحرك في الإمارات وفي دبي على وجه التعذيب وهناك صفقة تجارية ينجزها الروس في هذه المدينة ولا يمكن التضحي بمجمل هذه المصالح في تصويت داخل مجلس الأمن يمكن أن ننسف كل هذه المصالح إذن هناك مصالح سراتيجية وعسكرية وهذا الأمر مرتبط بأولوية محمد بن زايد هناك مصالح اقتصادية وهذه مرتبطة بأولوية حاكم دولة كذلك إذن السعودية ربما لا يذهبوا بعيدا السعودية إلى الآن لم تتحدث نعم هل يكون موقفة بعيداً موقفة الإمارات توقعه مشابه له يعني متساوي تقريباً لماذا؟ لأن السعودية مستغرقة في إشكالية هي حرب اليمن وهذه الإشكالية تحتاج معها إلى غطاء دولي تحتاج إلى إلقاء تماسك المجتمع الدولي خلف القضية اليمنية وهو التماسك الذي وفر للسعودية الحرب بدون ضغوط حقيقية سوى تلك التي يمثلها الدور الإيراني من خلال تزويد الحسين بالصواريخ وإلا السعودية تحارف في اليمن بأريحة كاملة ليس هناك لا ضغوط الاقتصادية ولا استراتيجية سوى هذه الصواريخ والطائرة التي تصل حتى مجلس الأمن مجمع على تدخل السعودي ولا أحد يصوت ضد القرارات التي تتبنىها السعودية بالتأكيد ولهذا السعودية ليس من مصلحتها أن تتبنى موقف الآن ضد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا لكن السعودية حاضرة أيضا من خلال ثقالها الاقتصادي ومن خلال ثقالها النفطي لأنها في النهاية أحد الدول التي سيتعين عليها أن تملأ الفراغ الذي سيتركه قطاع النفط أو سوق النفط عندما يقرر الغرب التوقف نهائيا عن استعلاق الغاز على السعودية لزيادة الانتاك هل تعتقد أن الغرب ستتخلى عن اتفاقها مع الروس للحفاظ على أسعار مرتفعة لديها اتفاق مهم من خلال أوبك لا هناك وضع استثنائي دولي الآن هناك سوق وهناك نتائج كارثية تترتب على حرب وهذه الحرب فرضتها روسيا وبالتالي مسألة التنسيق هذه دائما يكون واللزام تجاه هذا النوع من التنسيق يكون في الأحوال الطبيعية لكن عندما يكون هناك حرب وهناك نتائج مباشرة وهناك حاجة لأن يتجنب العالم كارثة حقيقية هنا يمكن للسعودية أن تضخ مزيد النفط هل يمكن القول؟ وهي مفيدة للسعودية في فيطار هذه الأزمان يمكن القول أن تزداد أهمية المنطقة العربية النفطية سواء للروس أو حتى للغرب فيطار الأزمات كما كانوا دائما المنطقة العربية كانت مهمة أيضا في الحرب الباردة نعم المنطقة لم تفقد أثرها وتأثيرها فيما يتعلق بإقطاع الطاقة حتى هذه اللحظة والمنطقة العربية هي مهمة من الناحية الاستراتيجية ولهذا ستجد أنه خلال العقدين الماضيين تركزت معظم الحروب التي دارت حولها مصالح العالم في منطقتنا ونحن من دفع الثمن واليوم أوروبا تدفع الثمن لكي يعرف العالم ويعرف اليمنيون ويعرف العرب أن الحروب هذه حماقة يشترك فيها كل البشر وليس نحن فقط وربما سيرون في حرب أوكرانيا وتباعتها ونتائجها كوارث أكثر بكثير من تلك التي نراها في بداننا وسيرون أن أخلاقنا عالية جدا في الحروب أفضل مما سيرون في الحروب التي تندلع بين الأوروبيين حروبهم كارثية حروبهم مدمرة ويتأسس عليها نظام دولي ومرحب الجنوب على ذكر الانتقالي ما الذي يريد قولهم من خلال تمحك بسجر الروس المجلس الانتقالي ببساطة هناك شخص محبوس في الريتس كارلتون في الرياض ليس له أي عمل تراجع دور المجلس الانتقالي في الجنوب اليوم التجنيد والاستقطاب والدور الميداني لأنصار المؤتمر الشعبي العام من أبناء المحاوظات الجنوبية وبإشراف ضباط وشخصيات موفدة من جانب طارق وأنصار علي عبدالله صالح وينشطون في عدن والساحر الغربي وفي شبوة وهناك ألوية عسكرية تتشكل كان حلم المجلس الانتقالي بأن يملأ الفراغ الأمني في شبوة هذا لم يتحقق المجلس الانتقالي السبع تماما من شبوة إذن رئيس المجلس الانتقالي في الرياض ليس لديه أي عمل ولا معنى للتمحك القائم بالأعمال الروسي موجود في الرياض وليس مطلوب منه أن يتحدث تقريبا كل الدبلوماسيين الروس في عواصم العالم تحدثوا وخرجوا وقالوا ووضحوا لكن هو سفير لدى اليمن واليمن غارق في مشاكل وليس لديه نافذة إعلامية ليقول شيء ولهذا تصرف بهذه الحالة الروتينية تصل به عيدرز الزبيدي ورد عليه عبر الفيديو لكن البيان المقتضب الذي نشره موقع السفر الروسية تحدث عن علاقة بين روسيا واليمن ولم يتحدث عن علاقة بين روسيا وجنوب اليمن بينما الخبر الذي نشره المجلس الانتقالي في موقعه حاول أن يظهر بأنه شريك استراتيجي جرى الحديث عن مرحلات ما بعد أوكرانيا هذا الرجل لا قيمة له ولا قيمة للاتصالات ولا للقاءات ولا للإجراءات لأنه في الحقيقة رجل أصبح لا قيمة له من الناحية السياسية وهذا الأمر متبط بتراجع دور المجلس الانتقالي في المحاوضات الجنوبية بشكل كامل شكرا لك أستاذ ياسين التميمي ونختم يوسف مرعي وهو في روسيا يتواجد الآن يوسف مرعي هل تجد أن العرب ستعيدون الكثير من الأهمية بالنسبة للغرب خاصة للعرب النفطيين مثل السعودية والإمارات وأن هذا الاشتباك لنقول الروسي الغربي سيعزز أيضا من فرص الدول العربية لدى الغرب أو كذلك أيضا لدى الروس هم مهمين لضبط أسواق النفط وأسعارها الصوت غير واضح يوسف هل تسمعوني هناك إشكالية في الصوت والآن تفضل الآن أسمعك قلت بغض النظر عن كوني طالب يمني عربي يدرس في روسيا لكن كنا قد علقنا على هذا الموضوع أنه بعد الحرب الباردة وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي تلفتت الولايات المتحدة يمنة ويسرة لتبحث عن عدو تحت وطأة فراغ التهديد لم يعد الاتحاد السوفيتي موجودا فاختارت العراق ودمرت دولته ونحن كعرب ندفع تبعات الاستعلاء الغربي وتفرد القطب الواحد بنا وبالتالي من المهمة اليوم أن نرى عالم متعدد الأقطاب وأن تتوزع القوة في هذا العالم أعلن أن نجد هامشا كعرب هذا من وجهة نظرية طبعا التحفظ السعودي الخليجي لحد ما يعتبر خطوة ذكية طبعا الصراع بأبعاده صراع نفوذ صراع جيو سياسي ومن مصلحتنا كمنطقة الشرق الأوسط تحديدا ونحن أكثر الشعوب التي تتأثر بالصراع بين الأقوياء لكل يعرف أنه بعد الحرب العالمية بعد الحرب العالمية من مصلحتنا أن ننقى بالنفس عن هذا الصراع النأي بالنفس تقصد ننظر أين تتجه مصالحنا أين تكمن مصالحنا ونتحرك وفق مصالحنا لأن العلاقة الدولية قائمة على المصالح قائمة على البراجماتيا على توسيع الشراكات وما إلى ذلك لا يجب أن نكون عصى غليظة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كما استخدمتها في السابق لتمرير أجلدتها أو لضرب خصومها الدوليين نعم إذا أنت تجد أن موقف الإمارات جيد كما أشرت وكذلك أن مصلحة العرب عموما المؤثرين في المنطقة سواء كانت الإمارات أو السعودية أو مصر هو في النائع عن النفس عن هذا الصراع الدولي بطبيعة الحال ستحصل ضغوط أمريكية نعم على بعض الدول وسنشهد في الأيام القادمة تغير أو ظهور مواقف معينة لكن الدول النفطية تحديدا ستأخذ موقف حيادي إلى حد كبير كما لا ننسى أيضا أن وزير الخارجي الإماراتي عبد الله بن زايد سيزور موسكو يوم الاثنين طبعا توقيت امتنع عن التصويت مع زيارة إلى موسكو تحمل كثير من الدلائل نعم فيما يخص في اليمن وتأثيرات هذه الحرب وهذا الاستقطاب على اليمن لديك ما تختم به هذه الحلقة يوسف أنا أرى أنه مثل ما أسلفت أن اليمن يحتل مكانه وهذا بلسان حال المستشرقين الروس والسياسيين الروس مكانة مهمة وحتى بلسان حال كان أبو المستشرقين الروس بني ماكوفل رئيس حكومة الاتحاد الروسي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اليمن تمثل أهمية كبيرة في صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو وبالتالي اعتقد أنه على الحكومة الشرعية أيضا أن تتصرف بحذر وبحكمة في مثل هذا الموضوع حتى ينعكس ذلك إيجابيا على صعيد الملف اليمني أيضا الروس كخبراء وقارئين للمنطقة بشكل جيد يدركون أيضا أن جماعة الحوثي هي جماعة طارئة وجماعة ليس لها ثقل في اليمن يعني كثقة ديمغرافي سكانية مجموعة اختطفة الدولة هذا يعرف الروس جيدا نعم الأستاذ يوسف مرعي الباحث في العلاقات الدولية جامعة بطرس برج الجامعية أو الحكومية عفوا في روسيا شكرا لك شكرا لك أستاذ ياسينا التميم معنا أيضا هذا المساء في الستيديو كما نشكر أيضا دكتور سيلين جريزي الأكاديمي والمحلل السياسي أيضا خانت معنا من باريس وأشكركم بطبيعة الحالة عزيزان المشاهدين على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى من حديث المساء وفي أمان الله